زي النهاردة برضو اتولد الأديب المصري العظيم الكاتب ثروة أبازة أحد أهم الكتاب في القرن العشرين وصاحب الإسهامات العديدة في الأدب المصري وأحد أيضا أفراد العائلة العريقة اللي قدمت للأدب العربي عماليقة على رأسهم والد الأديب دسوئي أبازة وعم الشاعر عزيز أبازة وعمه أيضا الكاتب فكري أبازة تحل اليوم ذكرى ميلاد ثروة أبازة أحد أهم الكتاب المصريين في القرن العشرين وصاحب الإسهامات العديدة في الأدب المصري وأحد أفراد العائلة العريقة التي قدمت للأدب العربي عماليقة من الأدباء على رأسهم والده الأديب دسوئي أبازة وعمه الشاعر عزيز أبازة وعمه الكاتب فكري أبازة ثروة أبازة من موليد الخامس عشر من يوليو عم الف وتسعمائة وسبعة وعشرين في محافظة القاهرة وحصل على لسانس الحقوق من جامعة فؤاد الأول عم الف وتسعمائة وخمسين وبدأ حياته العملية بالعمل بالمحامة بدأ مسيرته الأدبية في سن السادسة عشر واتجه إلى كتابة القصة القصيرة والتمثيلية الإذاعية بدأ اسمه يتردد بالإذاعة ثم اتجه إلى كتابة القصة الطويلة شغل ثروة أبازة منصب رئيس تحرير مجلة الإذاع وتلفزيون عام 1974 ورئاسة القسم الأدبي بصحيفة الأهرام بين عامي 1975 و 1988 وظل يكتب في الصحيفة نفسها حتى وفاته أنا اعتقادي أنه يتشغلني الحرية دائما الحرية النفسية والحرية الشخصية القصة في أي مجتمع دورها أن تعكس صورة المجتمع وما يأمل الكاتب أن يكون عليه هذا المجتمع تولى منصب رئيس اتحاد الكتاب واختير عضواً بمجلس الشورى ثم وكيلاً له كما كان عضواً بالمجلس الأعلى للثقافة وبالمجالس القومية المتخصصة ومجلس أمناء اتحاد الإذاع وتلفزيون ورئيس شرف لرابطة الأدب الحديث وعضواً بنادي القلم الدولي قام ثروة أباضة بتأليف عدة قصص وروايات تحول عدد منها إلى أفلام سينمائية ومسلسلات تلفزيونية كما كتب للإذاعة أكثر من 40 مسلسلاً وأربعين قصة قصيرة و27 رواية طويلة من بين أبرز مؤلفاته الضباب والغفران وفاز بجائزة الدولة التشجيعية عن رواية هارب من الأيام التي تصف جو القرية بما فيها من شر وخير وحب وطمع عام 1959 رحل ثروة أباضة عن علامنا في السابع عشر من مارس عام 2002 بعد صراع طويل مع المرض ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة